اهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الظهر من الوطني الأولى وإليكم العنوين تواصل التمشيط بغابة سركونة وجبل اللاعيشة بالكاف غدت عملية عسكرية وأمنية استباقية أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي المحامون ينفذون إضراباً عاماً حضورياً بكافة المحاكم بجهات الجمهورية في إطار سلسلة من التحركات المتواصلة انطلاق حملة التلقيح ضد المكويرات الرئوية للرضاعة مجانياً في إطار احتفال تونس مع سائل دول العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح نستهل النشرة بالشأن الأمنية تتواصل عملية تمشيط جوية وبرية بغابة سركونة من ولاية الكاف بعد أن تم القضاء مساء أمس على إرهابي كان بحوزته سلاح من نوع كلاشينيكوف ومتفجرات وأغراض أخرى وذلك في إطار تنفيذ عملية عسكرية استباقية عمليات تمشيط جوية وبرية تواصلت صباح اليوم بغابات سركونة من ولاية الكاف غداة عملية أمنية وعسكرية استباقية أصفرت عن القضاء على عنصر إرهابي وحجز سلاح كلاشينيكوف ومخزن الذخرة هذه العمليات كانت انطلقت مساء أمس داخل الغابات والمسارك الوعرة وستتكت من حول مجريات هذه العملية الأمنية والعسكرية التي شهدتها مناطق سركونة والنظور واجبل اللاعشة وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أمس القضاء على عنصر إرهابي خلال عملية استباقية وحجز سلاح من نوع كلاشينيكوف ومتفجرات وأغراض أخرى فشأن الأمني دائما عثرت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية بتطوين فجر اليوم على كمية من المشروبات الكحولية وسلاح كلاشينيكوف ومخزنين بهم 42 حرطوشة في سيارة تهريب وذلك بعد أن أجبرت هذه التشكيلات السائقة على التوقف وأفاد النطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري في تصريح صحفي بأن راكبي السيارة وهي ربعية الدفع لاذو بالفرار وتم تسليم المحجوز إلى المصالح الديوانية بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية اليوم تونس بلا قطارات حيث دخل أعوان السكك الحديدية في إضراب اليوم وغدا في كافة أنحاء البلاد وتوقفت حركة سير القطارات بالكامل منذ الصباح في المحطة المركزية بالعاصمة وبكافة المحطات في بقية المدن ما أدى إلى تعطل عمليات التنقل بين المدن الإضراب جاء بعد أن أعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب بيومين يشمل كافة خطوط الشبكة الحديدية البعيدة والأحواز على خلفية عدم فتح الخط رقم 13 الرابط بين سفاقس وقفصة وتوزر والمغلق منذ 2012 بحسب ما ذكره الكاتب العام للجامعة العرب اليعقوبي ولفت اليعقوبي في تصريح إعلامي إلى أن إغلاق هذا الخط الذي يمثل شريان الشركة ويوفر 42% من مداخلها كبد الشركة الوطنية للسكك الحديدية خسائر هامة في المقابل أوضحت شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ بشأن الإضراب وبخصوص فضل الإشكال المتعلق بفتح الخط الحديدي عدد 13 الرابط بين سفاقس وتوزر أنها قامت بتقديم عشرات القضايا ضد المعتصمين وأنها ساعية مع وزارة الإشراف لاستئناف نشاط حركة سير قطارات المسافرين والفصفات والبضائع على هذا الخط نظرا لأهميته وجدواها بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين نظم المحامون اليوم إضرابا حضوريا بكافة المحاكم كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية بكافة المحاكم غدا وتنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة الإضراب جاء على خلفية ما وصف بالاعتداء على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وعضو الهيئة الوطنية للمحامين هكذا كانت قاعات الجلسات بكافة محاكم الجمهورية منها الخالية ومنها شبه الخالية من المحامين والقضاء والمتقاضين والسبب إضراب عام حضوري للمحامين عن العمل بكافة محاكم الجمهورية تيلة اليوم على خلفية ما وصفوه بالاعتداء السافر على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة إضراب أقر بعد اجتماع طار لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر محكمة الاستئناف بجندوبة قررنا هذا الأذراب وقررنا أن نعمل اعتصام في المحكمة الابتدائية بجندوبة وعننا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الداخلية في وقت لاحق سيتم تحديد زمانها بالضبط طالب بمحاسبة المعتدين وفقا للآليات القانونية والإجراءات القانونية ونحن الآن عنا بعض الأريحية من أن القضاء بدأ يأخذ مجراء بعد أن وقع الاستماع إلى الزميل ووقع الاستماع إلى المعتدين اللي زاد الطين بلا واللي بالحق عكر الحالة واللي خلى المحامين اليوم يحسوا أنه مستهدفين هو قرار جناب النيابة العمومية المحترمة للأسف الزميل يقدم إشكاية ضد أعوان أمل بعينهم بعينهم بأسمائهم بصفاتهم إلا أنه إنيابة العمومية في جندوبة ما تعيدش هذا اهتمام وتفتع بعث ضد مجهول الاعتداء بالعنف اللي تعرض له زميلنا رئيس فرع الجهوي المحامين بجندوبة وعضو مجلس الهائة الوطنية المحامين من طرف بعض أعوان الأمن للأسف اللي من المفروض أنه يحميهنا ويحميه المواطنين وخاصة الاعتداء السافر والمجاني على رئيس فرع أمر مرفوض وغير مقبول تماما في عدم احترام للحقوق الإنسان لاحترام الإجراءات إذراب المحامين كان مرفوقا بجملة من الترتيبات منها تأمين الجلسات بواسطة أعضاء مجلس الهائة الوطنية للمحامين وأعضاء مجالس الفروع الجهوية والمحامين المتطوعين والمكلفين اخذينا إجراءات حتى لا يتظر المواطنين وحتى لا يتظر الموقفين تم تكليف الفروع الجهوية بالإشراف على تنفيذ الإضراب وبتكليف من يحضر حتى لا تكون هناك مسقطات ستوف الجهوان بالشكلية بالنسبة للموقفين أيضا هناك من سيتوفر الدفاع مع أن يكون جاهز للدفاع عليهم وتأمين الدفاع عليهم حتى لا يتظرنا نحن مسؤولون ونحن على قدر كبير من مسؤولية على مستوفني الجلسات يقع الاتصال مسبقا مسادر رؤساء لهيئة القضائية والحكمية يقع الاتصال بهم وعالمهم كون المحامين في إضراب والحقيقة أن هذا الحق يقال وكون هناك أغلب القضاة تستجيبوا لهذا المطلب في تأخير قضايا على حالتها سواء بسبوع أو بسبوعين أو حتى بشهر بحسب الرزنامة التي تقتضيها في محاكم هذا ويبقى مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ أشكال التحركات المزمعي تنفيذها لاحقا في مشغل صحي انطلق اليوم تلقيح ضد المكاورات الرئوية البنوموكوك وسيساهم إدراج هذا التلقيح في الرزنامة الوطنية للتلقيح في تقليص حالات التعفونات الناتجة عن المكاورات الرئوية لدى الأطفال التلقيح أنجع طريقة لمقاومة الأمراض المعدية وللحد من التعفونات والالتهابات عند الرضع انطلق اليوم التلقيح ضد المكاورات الرئوية تلقيح أدرج في الرزنامة الوطنية للتلقيح وهو يتزامن اليوم على الاحتفالات بالأسبوع العالمي للتلقيح الجرثومة هذه تتسبب في العديد من الحالات والتلقيح هو أو هذا الأهم التلقيح هو اللي يحمينا من تقريبا ثلثي الحالات هذا يشنين الوقع متاعه مباشرة عن المواطن أولا الطفل تحمي ثانيا الإعاقات قضينا عليها ثالثا استعمال المضادات الحيوية خفضنا منهم وبالتالي كيف نخفضه في استعمال المضادات الحيوية أحنا كنا خفضنا حتى مقاومة للمضادات الحيوية ووفق مديرة الرعاية الصحية الأساسية التلقيح متوفر بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأساسية بكامل الجمهورية يوفره البرنامج الوطني للتلقيح بميزانية تقدر بـ 25 مليون دينار التلقيح هذا متوفر في كل مراكز الرعاية الصحية الأساسية يوفره البرنامج الوطني للتلقيح بميزانية 25 مليار وهذا ليس مزيم ولا من وهذا حق المواطنين الكل وحق أبنائنا في التلقيح لذلك أحنا أصرنا على أنه يكون معم منذ اليوم بـ 24 أبريل على كامل تراب الجمهورية وقعت حصاص تكوينية للإطار الطبي والإطار الشبه الطبي والصيادلة وقعت حصاص تكوينية بالنسبة لولاية تونس كونا 150 مبين طبيب وإطار شبه طبي وصيادلة على كيفية معنتها التعامل مع هذا التلقيح الرزنامة الجديدة كيفية معنتها حفظه في الشاندو فخوا معنتها في سلسلة التبريد بش يكون ناجع ويوصل للمواطن معنتها في كاسمو تلقيح سيساهم في حماية الكبار أيضا بصفة غير مباشرة كلما زادت نسبة التغطية ويعطى للأطفال حقن أولى في سن الشهرين حقن ثانية في سن الأربعة أشهر والحقن الثالثة في سن 11 شهرا بميناء جرجيس يتم إنجاز مطرف ثاني للمسافرين بمقاييس دولية في مسعى لتسهيل عملية عودة المهاجرين إلى أرض الوطن المطرف سيكون جاهزا خلال شهر جواء المقبل في معتمدية جرجيس مطرف ثاني للمسافرين هو الأول بالموانئ التونسية المستجيب للمواصفات الدولية المطلوبة للنقل المسافرين شارفت أشغال إنجازه على الانتهاء استعداد لتأمين عودة المهاجرين عبر هذا الميناء صائفة 2019 لوجستيا وبشاريا نسبة تقدم الإنجاز في حدود 85% إن شاء الله بشيكونوا حاضرين بإذن الله خلال الرحلة الأولى مش استقبلها الميناء التجاري لصائفة 2019 اللي هي إن شاء الله مش تكون الباخرة قرطاج يوم 12 جوان بالميناء التجاري في حدود السابعة مسان إن شاء الله نحن المطرف الثاني مش يسهل علينا برش عمليات الحقيقة معالجة الحركة متاع المسافرين وفي انتظار تركيز خط بحري تجاري دائم نحو الموانئ الأوروبية بعد تنظيم رحلة أولى شهرجان في الماضي نحو إحدى الموانئ الإيطالية حجم مبادلات ونشاط ارتفعت مؤشرته بميناء جرجيس في الفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي تفهم نسبة 40% تقدم بالنسبة للأرقام مقارنة بـ 2017 مبادلات تجارية هامة وهمة جدا في معظمها الحقيقة هو يخص نشاط تصدير الملح عبر الشركات الأربعة التي قاعدت تستغل في الميناء التجاري بجرجيس بالميناء التجاري بجرجيس بنية أساسية ملائمة بحسم المختصين واستثمارات كبرى تنتظر تفاعلا حقيقيا لاستغلال أفضل للميناء تجاريا ولنقل المسافرين بدعم الخطين البحريين التجاري ولنقل المهاجرين في الشأن البرلماني شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم بحضور وزير المالية محمد رضاش الغوم في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 356 مليون أورو أي حوالي 1230 مليون دينار مبرمجة بتاريخ السادس والعشرين من مارس الماضي بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدورة لسنة 2019 وكان مجلس النواب قد صادق ليلة أمس خلال جلسة عامة على مشروع قانون متعلق بتحسين مناخ الاستثماري بالأغلبية أنه الالتزام مدعنا بش نحاولوا بش نكونوا في حدود 3.6 لكن رأي العشرة لا في 142 أرانا بش نجوه بش نتسلفه لأنه كان بش كل مرة بش نرجعوا لهنا بش نتولي كأني عنا تهمة جايين بش ندين ورانا جايين بش نأخذوا اللي قلنا لكم عليه موش اكتشاف احنا رانا قلنا بش نأخذوا 10.142 بش نبقوا في حدود 3.9% ورأوا هذا الالتزام رأوا مقابلوا مصاريف رأوا المصاريف هي الكتلة الأجور اللي نحن بش نصرفوها ما ننجموش ما نخلصوش الأجور هي الاستثمارات اللي بش ننجزوها هي الامتيازات اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشعر نور الدين الطبوب اليوم انه لا مكان في تونس لمن يريد توظيف الدين من اجل منصب سياسي واعتبر الطبوب في كلمته خلال افتتاح اشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة للشؤون الدينية بالحمامات ان الاسلام يدعو الى الابداع والاجتهاد والانتاج والانتاجية مشيرا الى ان محاربة الارهاب يمكن او يكون بالمحافظة على ديننا الزيتوني والمنظومتين الامنية والعسكرية الاخبار العربية والدولية نستهلها من الجوار الجزائري حيث اصدر قضي التحقيقات امر ايداعا بالايقاف المؤقت في حق الاخوة كونيناف المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في اطار تحقيق في قضايا فساد وذلك حسب ما افادت قناة النهار التلفزيونية وجاءت هذه الخطوة بعد ان اكد قائد الجيش الفريق جايد صالح انه سيتم محاكمة اعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع في الاراضي الفلسطينية المحتلة قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم بحملة اعتقالات ومدهمات في مدينة نابلوس اسفرت عن اصابة 21 فلسطينيا بعضهم اصاباتهم خطيرة في تجدد للاشتباكات والمواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين كانت مدينة نابلوس اليوم مسرحا لاصابات بالرساس المططي والغاز المسل للدموع بعدما عمدت قوات الاحتلال الى تفجير منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى الذي تزعم انه طعن مستوطنين اثنين واصاب ثالث بجروح تأتي هذه الخطوة التصعيدية في اعقاب مدهمات قامت بها قوة الاحتلال بجرفة عسكرية لبلدة الزاوية التي اعلنتها منطقة عسكرية مغلقة قبل ان تحاصر بعض المنازل وتفجرها بالجملة ما اجبر عددا من العائلة على مغادرة المكان في جانب اخر من الملف الفلسطيني وفي ذوء قطع الولايات المتحدة دعمها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الامر انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وتشاوزا لاتفاقات مؤتمرات تمويل التنمية السابقة وفي سياق متصلا اعتبرت السلطة الفلسطينية ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سيطرته على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وممارسته لقرسنة وسرقة امواله يحول دون القدرة على الاستفادة من هذه الموارد وتوظيفها من اجل التنمية واعتبر متابعون للشأن الفلسطيني ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وسيطرته وسلبه لموارد الشعب الفلسطيني وامعانه في تنفيذ سياسات الضم والتوسع الاستيطاني وحصاره لقطاع غزة لما يزيد عن 12 عاما ظروف القت بذلالها على القضية الفلسطينية برمتها في جديد الوضع في سوريا افدت مصادر امنية ان 17 شخصا على الاقل قتلوا في انفجار وسط مدينة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة مسلحية المعارضة في شمال غرب البلاد عقب ضربات جوية روسية وصفت بالعنيفة كما اسفر الانفجار الذي هز المدينة الواقعة في محافظة ادلب عن انهيار عدد من المباني وافاد شهود العيان ان معظم سكان المدينة فروا الى مناطق امنة قرب الحدود التركية كشف تقرير اصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015 تسببت في مصرع 250 الف شخص فيما تراجعت تنمية البشرية بمقدار 20 عاما كما ورد في التقرير ان الصراع في اليمن خلف عواقب مدمرة وانه في حال تحقق السلام في هذا البلد فقد يستغرق الامر عقودا حتى يعود اليمن الى مستويات التنمية ما قبل الصراع وسط اجراءات امنية مشددة وصل اليوم زعيم كوريا شمالية كيم جونغ اون الى روسيا للمشاركة غدا في قمة هي الاولى من نوعها ستجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضوعها الرئيسي الخلاف النووي وكيفية حله الى مدينة فلاديفوستوكا الساحلية اقرب مدينة روسية كبيرة لشريط الحدودي الضيق الذي تتقسمه روسيا وكوريا الشمالية وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ على متن قطار مصفح ووسط اجراءات مشددة اين تم استقباله وترحيب به بالورود وهدايا تقليدية من الخبز والملح وفي هذه المدينة ستعقد غدا القمة الاولى من نوعها ستجمع كيم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة قال المعاون بالكراملين يوري اوشاكوف ان الخلاف النووي وكيفية حله سيكون الموضوع الرئيسي على جدول اعمالها وقال محللون ان زيارة كيم الى روسيا هي جزء من جهوده لحج دعم خارجي بعد انهيار ثاني اجتماع قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام في شهر فيفري وما يعنيه ذلك من عدم تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية وحال وصوله وفي تصريح مقتضب لوسائل اعلام روسية عبر الزعيم الكوري الشمالي عن امله في اجراء محادثات ناجحة ومفيدة بشأن قضايا محددة عن جهود انهاء الازمة النووية في شبه جزيرة الكورية وذلك عندما يلتقي بوتين فيما نقلت وسائل اعلام عن مسؤول روسي كبير قوله ان بوتين قد يقترح اعادة بدء محادثات نزع السلاح النووية السوداسية التي تضمنت الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والكوريتين واجريت اخر مرة في عام 2008 في اخبار الرياضة وعلى اثر الاحداث التي رفقت الجولة العشرين من بطولة الرابط المحترفة الاولى قرر مكتب الرابط الوطنية لكرة القدم تغريم فريق شبيبة القيروان ب2500 دينار مع توبيخ من اجل اقتحام محب لارضية الميدان وتقرر تغريم فريق الملعب الجابسي ب7500 دينار من اجل العود في رمي القوارير للمرة الثانية كما قررت الرابط تصلط عقوبة مالية ب5000 دينار لكل من النادي الافريقي والنادي البنزرتي والنادي السفاقسي والاتحاد المنستيري من اجل العود في رمي مقذوفات متنوعة فيما تأجل البت في الافارة المقدمة من الملعب الجابسي ومستقبل الجابس الى موعد لاحق في كرة القدم العالمية دعم ايكسا مستردام موقعه في صدارة الدرجة الاولى الهولندية فيما حقق كل من ادحيل القطري والنصر السعودي فوزا ثمينا خارج القواعد ضمن منافسات كأس رابطة الابطار الاسيوية مع تبقي جولتين عن النهاية بات ايكس امستردام ينافسه بقوة على لقب الدرجة الاولى الهولندية اثر ابتعاد في صدارة المسابقة بالثمانين النقطة وبفارق نقطتين عن اقرب ملاحقه بيس في اندهوفن المنقوس من مباراة نادي العاصمة الذي يحقق الى حد الان موسما استثنائيا بكاتبة نجحت في العبور والاستحقاق للمربع الذهبي من امجد الكووس كان قد تغلب بربعية مقابل هدفين على ضيفه فيتاس ارنهايم في مستهل الجولة الثانية وثلاثين بفضل الهدف الاربعة لكل من المغربي صعد حاكيم زياش ودوشان ناديتش في مناسبتين من علامة الجزاء وماتيس ديليخت مقابل ثنائية نافروني وأسامة درفلو من جهته رفع أركمان رصيده الى 55 نقطة في المركز الرابع بعد فوز صعب على ميدانه بهدفين بهدف امام ضيفه وملاحق مباشر راكلس الميلو الذي تجمد رصيده عند النقطة الثامنة والاربعين وإلى رابع جولات دور مجموعات كأس ربيطة الابطال الاسيوية عند رفع الحير القطري رصيده الى سبع نقاط في المركز الثاني دون رد على ضيفه العين الإماراتية بفضل ثنائية المعز علي عبدالله والمغربي يوسف العربي وبالمجموعة ذاتها تغلب الهلال السعودي بهدف دون مقابل على ضيفه استقلال تهران الإيراني وحمل هدف المباراة الوحيدة توقيع سباستيان يوفينكو في دقيقة الحادية والخمسين لأرفع رصيد الهلال في الصدارة الى تسع نقاط ذب أهان الإيراني تابع تسايد المجموعة الأولى من خلال فوز بهدفين نظيفين على ضيفه الوصل الإماراتي رفع رصيده الى عشر نقاط في الصدارة مقابل ثلاث الوصل متذيل الترتيب في المقابل عاد النصر السعودي بد نقاط الثلاث الملعب كربلاء بعد تغلبه بثنائية مقابل هدف على الزوراء العراقية حمل التوقيع كل من يحيا الشهري ونواف الفرشان لأرفع رصيده في المركز الثاني الى ست نقاط ختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين تواصل التمشيد بغابات ساركونا وجبل اللاعيشة بالكاف غدت عملية عسكرية وأمنية استباقية أسفرت عن القضاء على عنصر إرهابي المحامون ينفذون إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم بجهات الجمهورية في إطار سلسلة من التحركات المتواصلة انطلاق حملة التلقيح ضد المكاورات الرئوية للرضع بصفة مجانية في إطار احتفال تونس مع سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للتلقيح وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة